كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع قضية الفقر بشكل عام؟ نعم الفقر نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا عده مصيبة فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الكفر والفقر هذه نقطة مهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عده مصيبة لأن أكثر الناس يسمعون أحيانا ونبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر والحجرين على بطنه من الجول فيخيل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاش فقيرا معدما وأن هذا هو المنهج يعني ليس صحيحا ليس صحيحا لعله سيأتي معنا كما سمعت في مقدمتك لكنني أقول النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمسى وإذا أصبح يقول ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال وكان كثيرا ما يستعيذ بالله من المأثم والمغرم فنلاحظ أنه قرر بين الكفر والفقر بين المأثم والمغرم وأمنا عائشة لما سألته عن كثرة استعاذته من المأثم والمغرم قال لها إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدعاء بالغنى علامة المحبة لبعض أصحابه فدعا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأن يبارك الله له في صفقة يمينه ودعا لعبد الله بن جعفر فقال أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب وأما عبد الله فقد أشبهني خلقا وخلقا اللهم مخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه قال عبد الله بن جعفر فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا يعني كان أعماله كلها رابحة وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأنس اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته يقول أنس ولقد أصبت من رخاء العيش ما أصبت ودفنت يدي هاتين مئة من الولد لا أقول سقطا ولا ولد ولد يعني ليسوا أحفادا ولا نزلوا ميتين نعم من أولاده دفن مئة بيده رضي الله عنه وأرضاه النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالسعى ثالثا النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في المال قال نعم المال الصالح للعبد الصالح وجعل المال سببا للدرجات العلا فقال والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر وقال عليه الصلاة والسلام في شأن عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم اللهم إني رضيت عن عثمان فارضى عنه لما قال يا رسول الله علي مئة بأقتابها وأحلاسها ثم قال وعلي مئة ثانية وعلي مئة ثالثة ثم جاء بألف درها من فضة فصبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عثمان هذا الوسام الذي ما أعطاه لغيره ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام فيما أنزل الله عليه من القرآن جعل المال قوام الحياخ ولا تؤتس فهاء موالكم التي جعل الله لكم قياما فالمال هو الذي يقوم به سوق الجهاد ولذلك عندنا في القرآن ثماني آيات الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في سبع منها آية واحدة قدم الجهاد بالنفس في قول ربنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لكن تجد الآيات كلها وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فالجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس كذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في العمل وحثنا عليه قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تهدو خماصا وتعود بطانا وحثنا عليه الصلاة والسلام على الاحتراف والامتهان في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور عمل الرجل بيده يشمل ذلك سائر الحرف التي يمارسها الناس وهذا المعنى للأسف صار غائبا عن كثير منا فصارت المهن محتقرة يعني كل منا يرجو لولده أن يكون طبيبا أو مهندسا أو مثلا صاحب مكتب أو ما أشفى ذلك وقل من الناس من يوقر صاحب المهنة الذي يحترف بيده مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن داود عليه السلام كان حدادا وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده يقول الله عز وجل وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ويقول جل من قائل وألنا له الحديد وفي القرآن الكريم ذاك العبد الصالح يقول لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجر تكون عندي أجيرا ثماني سنين ويخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه وأشرف الخلق بأنه رعى الغنم وأنه اتجر في مال خديدة فهذا كله من باب الترغيب أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله بالغنى اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفافة والغنى ويدعو الله عز وجل بأن يجعل أوسع رزقه عند كبر سنه صلوات الله وسلامه عليه وأيضا يخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن ساعة الرزق ورغد العيش أثر من آثار العمل الصالح وفي المقابل اقتراف السيئات واحتقاب الأوزار يسبب ضيق المعايش وعسر الأقوات الله جل جلاله أنزل عليه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحتها رجلهم ويقول عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه بالمقابل إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط بين العمل الصالح وبين الساعة